موسيقى غرفة الأخبار من سكاي بيوز عربية مع فضيلة سويسي أهلا بكم إلى غرفة الأخبار ونتابع فيها منبج أيام على الحسم سكان الفلوجة فارونة وجوعة وفي الملف الخاص التعليم أزمة تسريب أم أزمة جيل موسيقى إلى ملفات غرفة الأخبار لهذه الليلة منبج على أعتاب السقوط عسكريا وفقا لمسؤولين في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي استولت على أكثر من ستين قرية ومزرعة في محيطها الميليشيا تحيط بمنبج الآن من ثلاث جهات ويحاول داعش الدفاع عنها باستماتة دفاع كلفه سحب جزء من قواته التي تهاجم مارع كي تساهم في الدفاع عن منبج ويبدو أن اشتعال الجبهات المفتوحة على داعش قد ضع ضع صفوفه وما أتاح للمعارضة إعادة فتح الطريق إلى مارع نتحول إلى يوسف لديه المزيد من التفاصيل عن التحركات الميدانية حول منبج وشمال حلب ماذا في جعبتك يوسف؟ نعم فضيلة في الجبهتين في منبج وفي مارع في شمال حلب هناك تطورات مهمة على الخريطة فورا نلاحظ أين هي منبج وأين هي مارع مارع هنا ومنبج هنا سريعا نتحدث عن شمال سوريا حدود مع تركيا هنا عفرين يسيطر على الأكراد إدلب حلب نتحدث عن هذه المنطقة التي يسيطر عليها داعش على الحدود مع سوريا من جرابلس إلى تقريبا إعزاز الراعي منبج والباب والأكراد يحاصرون المنطقة من الطرفين من الشرق هنا عبروا نهر الفرات وفي عفرين هذا هو المنطقة الآن بحسب مصادر كردية فإن ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية نتحدث عن منبج الآن باتت على نحو بعد كيلومترين فقط من المدينة وعملية الاقتحام تتم في غضون ربما يومين على أبعد تقدير حسب المصادر الكردية في ميليشيات سوريا الديمقراطية تتحضر الاقتحام منبج وتتحرك حاليا على ثلاثة مراحل جئنا هنا إلى منبج كما نشاهد الصورة باللون الأصفر لميليشيا سوريا الديمقراطية داعش موجود هنا في منبج والمنطقة في حصار عليه في هجوم من ثلاثة محاور نقولها سريعا في محاور من سد تشرين في محور من الجنوب قرقزاق وفي محور من الشمال وبالتالي هناك محاولة لحصار داعش ودفعه غربا وبالفعل هناك الكثير من قوات داعش التي حاولت أن تهرب أو هربت بالفعل ربما باتجاه الغرب والغرب الشرق باتجاه مدينة الباب أيضا من فر من الأهالي من بنبج فروا إلى الغرب وبالتالي هذا المد الأصفر الذي يقترب من بنبج ربما يتجه ثم مستقبلا إلى جرابلوس أو إلى معركة الباب الآن إذا ما عدنا بالخريطة إلى الخريطة السابقة حتى نتابع ما حدث من تطورات في الجبهة الأخرى في مارع في شمال حلب نقول هنا هي مارع حتى نوضحها على الخريطة جنوب عزاز بدأت قوات المعارضة السورية تدحر داعش بدأت تدحر داعش وداعش الذي كان في السابق يسيطر على هذه المنطقة كان أخذ هذه المنطقة بالكامل وقطع مارع حاصرها عن عزاز الآن عادت هذه المنطقة إلى الجيش السوري الحر وبالتالي دفع داعش جنوبا وهناك من قوات داعش من بدأت تهرب وتتجه باتجاه الباب أيضا وأيضا منهم من بدأ يذهب إلى منبج لدعم القوات هناك وبالتالي الأكراد يتقدمون باتجاه منبج من الشرق المعارضة السورية المسلحة هنا تضغط على داعش الذي حاول أن يحاصرها لكن يبدو الأمور تتحسن باتجاه المعارضة السورية في مارع بعد أن فكت الحصار عنها وعادت تواصل بين مارع وبين عزاز وبين تركيا من خلال هذه العمليات فضيلة إذن على الجبهتين داعش يتلقى خسائر سواء في منبج من الأكراد في مارع بسبب السلاح الذي وصل إلى المعارضة السورية المسلحة ويحاصر بشكل كبير سنعرف الأسباب التي أتاحت لهذه القوات وخصوصا قوات سوريا الديمقراطية لمحاصرة منبج وطبعا اقتراب استعادتها لا ندري بعد أيام بعد أسابيع يوسف معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو مساء الخير سيدة خليل الحلو ما الدرس المستفاد عسكريا من اقتراب استعادة منبج من داعش خصوصا من هذه القوات الكردية الحديث عن استعادة منبج سريعا هو ليس في محله نحن تعلمنا من خلال السنوات الماضية بأن داعش يتمسك بالأرض في الأمكنة الاستراتيجية وله إرادة قتال عالية جدا لقد رأيناه في معركة الرمادي حيث حوصر من قبل عشرين ألف جند عراقي وكان هناك ألف مقاتل من داعش وكان الطيران الأمريكي لا يهدأ ودامت المعركة سبعة أشهر حتى سقوط الرمادي بينما معركة منبج هي أهم من معركة الرمادي لأن منبج هي الرابط بين جرابلوس وبين الرقة احتلال منبج يعني تسهيل سقوط الرقة وما شهدناه خلال الأيام الماضية منذ السبع والعشرين من شهر مايو حتى اليوم منذ بداية التقدم باتجاه منبج رأينا أن داعش تمارس تكتية القتال التأخيري وليس التمسك بالأرض وكل هذه القرى التي سقطت القرى الستين قد كلفت داعش حوالي المائة وثلاثين قتيلا وهذا يعني بأن القتال كان تأخيريا وليس تمسكا بالأرض أما الدفاع الأساسي فسيكون داخل منبج واليوم صباحا حاولت القوات الكردية أو بالأحرى قوات سوريا الديمقراطية التقدم إلى منبج من جهة الشمال في منطقة معروفة بالمنكوبة وهي قرية بالواقع وعندما وصلت إلى هذه المنطقة قوبلت بالسيارات المفخخة الانتحارية فقامت بالانسحاب فورا وهذا يعني بأنهم يمارسون بروبينغ أي سبر دفاعات العدو وقد وجدوا بأن هذه الدفاعات هي صلبة ولذلك انسحبوا وقالوا بأنهم يعيدون التجمع ويعطون الوقت للمدنيين للانسحاب في الواقع هناك فوق المائة ألف مدنيين طيب سيد خليل هنا كما شاهدنا في الخريطة داعش يبدو محصور من الجانبين يعني من الشرق هناك القوات جيش السوريا الديمقراطي في الغرب في مارع يتحرك فقط بين منبج والباب وجرابلوس هذا الحصار عسكريا ألا يلعب دور ضد داعش طبعا إنه يلعب دور ضد داعش يتعرض لضغط كبير جدا ولكن الكلام عن انهيار داعش أو اقتراب نهاية داعش هو سابق جدا لأوانه لأن عندما يحشرون في منطقة مثل هذه سيمارسون أقصى أنواع التمسك بالأرض ممارسة ما شاهدناه اليوم صباحا السيارات المفخخة العمليات الانتحارية التفخيخ القنص كل هذا شاهدناه في كافة المعارك التي خاضوها ابتداء من تكريت مرورا بالرمادي مرورا بنهر البارد في لبنان وغيرها من المعارك وسيزيدون من وطيرة العمليات الإرهابية خارج مسرح العمليات السوري العراقي وقد بدأ ذلك منذ الأمس في الأردن وفي الخليج وفي عدة أماكن من العالم وبالتالي لا يمكن التحدث عن انهيار داعش اليوم قريبا هذا يتطلب قوى أكبر من ذلك بكثير إن عدد القوى المهاجمة سيد خليل هل لأنها تمثل استراتيجية هامة لداعش باعتبارها جيب مهم آخر مركز لداعش لأوروبا طبعا من أجل وصول المتشددين في هذه المنطقة الحدود التركية هل لهذا السبب يتمسك بهذه المدينة بهذا الشكل تماما هذا هو السبب بعينه ولذلك سيتمسك بها إلى النهاية وهناك القوى المهاجمة الذي يعجب بأن عديد القوى المهاجمة هو متدنن إننا نتحدث وفقا لكافة المراجع ذات المستقية عن أربعة ألاف مقاتل منهم عشر أو عشرين بالمئة من الأكراد والباقي قوات من العرب القوات العربية وهذا لا يكفي لدخول مدينة بهذا الحجم وعدا عن أن الطيران الأمريكي لا يمكنه أن يكون فاعلا في منبج بسبب وجود المدنيين أن وجود المدنيين يعيق عمل الطيران الطيران الأمريكي اليوم مارس غارتين واحدة على منطقة مستشفى منبج وهي واقعة غرب المدينة ونسبيا خارجها وغارة أخرى على الطريق بين منبج وبين الباب وبالتالي لا أرى سقوط منبج قريبا أرى حصارا أرى عملية طويلة الأمد يمكننا أن نتحدث على الأقل عن أسابيع وربما أشهر فيما يخص هذه المنطقة شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو انتهى وقت هذه الفقرة شكرا جزيلا لك وعفوا على المقاطعة حدثنا من بيروت وتوقع أن تمتد أمد المعركة لأسابيع أو حتى شهور وهذا مستغرب لأن الحديث الآن يدور حول أن المدينة محاصرة من ثلاث محاور لكن ما قاله ضيف هنا لفت انتباه مهم أن أعداد القوات التي تقاتل في جيش سوريا الديمقراطية قليلة أربعة آلاف هذه فعلا صعب المساحة واسعة ومكشوفة وبالتالي فعلا هناك حاجة ربما إلى وقت شكرا يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر